اشتركوا في القناة احدد نمطا عددية استطيع ان اشرح قاعدة النمط العددي استطيع ان استخدم الرموز لتمثيل القيم المجهولة في قاعدة للنمط العددي يقول استكشل نمط بالبلاط يضع ياسين بلاط الأرضية بالنمط الموضح أدنى تمثل كل صورة مرحلة واحدة من النمط ويزداد النمط بانتظام من مرحلة الأخرى نجح لدينا سئلة تالية عن هذا النمط المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة التالية نلاحظ في المرحلة الأولى أبنائي أن هذا النمط كما ترون في الوسط وحوله واحدة ثم اثنان عن اليمين وعلى اليسار وفوقه واحدة واسفله واحدة النمط الثاني أبنائي نجد أنه نفس الكلام ولكن زاد واحدة على اليمين وزاد واحدة على اليسار وزاد واحدة فوق وزاد واحدة تحت يبقى معنى الكلام أبنائي أن أول حاجة أرسم خمس مربعة كما هي بالشكل واحدة في الوسط والباقي فوق وتحت ويمين ويسار ده النمط الثاني التامي هزود على كل جنب في الأربع جهات في honest جواء. فهين زاد بلاطة اصبحت على يمين وعلى يسارها 2. فوقها 2 وتحتها 2. نمط التالي هيوبقة على يمين البلاطة اللي في النصي ثلاثة وعلى يسارها ثلاثة وفوقها ثلاثة وتحتها ثلاثة. طيب النمط الجاي إن شاء الله يبقى إيه النمط الجاي هيبقى على يمينها أربعة وفوقها أربعة وعلى يسارها أربعة وتحتيها أربعة هذا أبنائي هو بيقول لي إرسم المراحل الأربعة والمراحل الخمسة المرحلة الرابعة والمرحلة الخمسة مع عدد البلاط في المرحلة العاشرة تعالوا نشوف أبنائي حتى نصل إلى إيه المرحلة العاشرة احفظوا أبنائي المرحلة رقم ثلاثة على يمين البلاطة اللي في النص تلاتة فوق تلاتة تحت تلاتة يمين تلاتة اسفل. تبه المرحلة الرابعة تبه ايه? على يمين البلط اللي في النص. اربعة فوق اربعة تحت اربعة ايه? تعالوا نرسمها ونشوفها. ها هي يا ابناء المرحلة الرابعة في المنتصف. هنا تلاقي فيه ايه? هنا طبعا ايه? دي في المنتصف? تلاتة. دي المرحلة التالتة دي يا ابناء. المرحلة الكام? تعالوا نجيب المرحلة ايه? الرابعة فطبعا هنزود لها واحدة تبقى ايه? بجيت كده ايه? اربعة فوق اربعة تحت. واحد اتنين تلاتة اربعة فوق. اربعة تحت اربعة ايه? يبقى كده زودناها كده اربعة فوق اربعة تحت اربعة يمين. يبقى انها ايه? اربعة فاربعة بستطاشر. طيب. البناطة اللي بعدك المرحلة الربعة للخمسة ابنائي هنزود بدل ما هي اربعة نخليها خمسة. خمسة فوق خمسة تحت خمسة ايه? خمسة تحت خمسة يمين خمسة يسار يافتن ايها ابنائي هنزود لها یا تبها خمسة وعليسار وعاليمين وفوق وتحت وبا كده زودنا هنا خمسة هنا فوق ونكتب هنا خمسة 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 بجماعة ايه المراحل يمكن ازن واحد زية خمستاشا زية خمستاشا زية خمستاشا زياد خمستاشر بيديني كام واحد اربعية. دي المرحلة كام? الرفض? دي الخامسة دي تفيد. المرحلة الخامسة كما عادناهم ابناء وقلت لكم هنا اربعة هنا خمسة على على يمين دي ادي. يبقى المرحلة رقم كام بعد كده? المرحلة التهتبtha كام? المرحلة التهتبТЬة ستة على اليمين وستة على اليسار وستة فوق وستة تحت. فكذا ابناء العزاء. ازا ابنائي والعزاء لما نستمر في هذا النمط حتى نصل الى المرحلة العشرة نجد ان على يمين هذه البلاطة هتبع عشر بلاطات. وهنا عشر بلاطات. وعشر بلاطات هذين كام? الاربعة زي ما قلت لكم. واحد زائد خمستاشر زائد خمستاشر زائد عشر عشر معالي زي ما. واحد زائد عشر زائد عشر زائد عشر زائد عشر يساوي كام? يساوي الاربع واحد واربعين بلاطة. يبع في المرحلة العشرة هتوب بقيام واحد واربعين بلاطة واحد واربعين ايه بلاطة وهو ده حل السؤال يبني في المرحلة العشرة يكون واحد واربعين ايه بلاطة بيقول يتعلم الانماط العددية لاحظ كل مجموعة من الاعداد وحدد ما اذا كانت الاعداد تمثل نمطا ام لا اذا كانت الاجابة نعم فحدد القاعدة طيب ركم واحد كل تمانين اربعين عشرين عشرة خمسة طيب احنا نبدأ منين طيب نبدأ من من اليسار خمسة عشرة عشرين اربعين تمانين خمسة عشرة عشرين اربعين تمانين نلاحظة بلاقي انها تمثل نمط ليه ابنائي ركزوا كويس هنا ابنائي خمسة عشرة كأنه ايه بالضرب في اتنين يعني الخمسة ضربة في الاتنين ادته عشرة العشرة من ضربة في الاتنين نبديها تبدين عشرين والعشرين ضربة في اتنين تبدين اربعين وبايزا نعم نكتب ايه نعم طيب هي القاعدة الضرب في اتنين هنا بعد كده ابنائي تلاتة ستة تسعة خمستاشر دي ابنائي زائد زي التلاتة يبقى ايه? بالقبز بمقدار تلاتة. نعم. بالقبز ايه? بمقدار تلاتة. تلاتة ستة تسعة خمستاشر. طبعا ايه ابنائي هنا خالفة. لا فعلا لا تمثل. لا ايه? لا تمثل هنا. هنا لا تمثل. يبقى لا يوجد قاعدة. بعد كده. طيب هنا يا ابنائي العزاء نلاحظ ان هو ايه? بيقول لي اه واحد ونص تلاتة. اربعة ونص ستة. خمسة سبعة ونص. هنا ابنائي نعم تمثل ليه? لانه هنا بيجمع على كل واحدة بيزايد لها واحد ونص. هنا الواحد ونص حاطل لها واحد ونص اه واحد وخمسة من عشرة بيجي التلاتة. التلاتة حاطل لها واحد ونص اه واحد وخمسة من عشرة بيجيت اربعة ونص. الاربعة ونص حاطط لها واحد وخمسة من عشرة بيجي الستة. الستة هتطلع واحد بيجيت ايه? واحد وخمسة من عشر بيجيت سبعة ونص. يبا نعم. جمع واحد ونص طيب. بعد كده خمسة تلاتة ستة واحد سبعة خمسة. دي ابناء الات ومسلة. انها غير مرتبة. بعد كده واحد تلاتة تسعة تمامتاشر اربعة وخمسين. نلاحظ ابناء انه بتضرب في كم هنا. تلاتة في تلاتة بتسعة. تلاتة بتسعة تلاتة بتسعة تلاتة بتسعة. تلاتة في تمانية باربعة وعشرين. طيب. اربعة إربعة عشرين اربعة معانا. اربعة معانا سبعة اشر. سبعة اشر. لا. دي ابناء تمثل تمثل. ليه? بنضغب تلاتة. تلاتة في واحد بتلاتة. تلاتة في تلاتة بتسعة. تلاتة بتسعة. تلاتة بتسعة بسبعة وعشرين. تلاتة بتسعة. صح ابناء لا تمثل دي. يبا دي لا ايه? لا تمثل دي. لان تلاتة بتسعة بسبعة وعشرين. يبا ايه? طب اللي بعد كده ابناء العزاء. خمسة وتمانين. بعد كده بصين بيجي�� خمسة وتمانين بيجي تلاتة وسبعين تلاتة وسبعين. يعني كانه بيطرح منها اطناشر مسلا بطرح اتناشر تلاتة وسبعين طب نطرح منها اطناشر واحد وستين واتناشر بطرح اطناشر بايزا يا ابنائي نقول لأ لا نعم نعم ازلا نعم bei طرح ايه طرح اطناشر طرح ايه اطناشر تقطع الأبنائي في كل واحدة في قاعدة توجد عايزين نعرفها ما القاعدة لاحظ كل جدول وحدد القاعدة استخدم متغيرا لكتابة القاعدة واحد بعد كده الداني تمانية اثنون الداني 16 ثلاثة الداني 24 واحد مثلا في تمانية بتمانية اثنين في تمانية 16 ثلاثة في تمانية باربع عشرين 4 في تمانية باتنين وتلاثين 5 في تمانية ازن ابنائي القاعدة هنا بتضرب في تمانية بتضرب ايه س Natalia ثلاثة門 واحد في تمانية بتضرب تمانية الآن هي ازن قاعدة ابنائي ان في تمانية ان يعني ان المتغير ان في تمانية طب نشوف الفتاني ابنائي اثنين اثنين تسعة تلاتة عشرة واحد تمانية القاعدة ايه ستكون ايه هنا ابنائي طب هنا واحد مثلا هتبى ثمانية. واحد زaz سبع. اتنين زياز سبعة طيب تسعة. تلاتة ز AZ 07 عشرة. اربعة زاز سبعة. يبع ازا زاد هنا ابناه. يبع القاعدة انها ان زائد سبعة. ان زاد ايه? ان زائد سبعة. ان زائد سبعة. دي القاعدة. طيب هنا المدخل ابناءي هنا هو المخرج. المدخل بيقول لي اتنين اتناشر اتنين في سبع اه اتنين اتناشر ستة اربعة وعشرين اربعة بستة بتضرب هنا اتنين في اربعة وبقيت ستة في قراءة ستة 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 بستة اربعة ستة بعشرين اربعة بتسعة ستة وتلاتين. اربعة في اتناشر بتضرب في اربعة. بتضرب في اربعة بناء. تلاتة في اربعة في اتناشر. وستة في اربعة باربعة وعشرين. وتسعة في اربعة ستة وتلاتين. بايزا ان في اربعة القاعدة ان في اربعة. خمسة نجات فيها الواحد. عشر نجات فيها الاتنين. دي بالجسم على ايه? بالجسم على الخمسة. خمسة على الخمسة فيها الواحد. عشر على الخمسة فيها الاتنين. خمستاشر على خمسة فيها التلاتة. عشرين على الخمسة فيها الاربعة. خمسة وعشرين على خمسة فيها الخمسة. ان على ان على ايه? على خمسة. ان على خمسة. ها بهي القاعدة. طيب هنا ابنائي عدد الدرجات عدد العجلات. واحد اتنين. اتنين اربعة. واحد في اتنين. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في تلاتة بستة. اتنين في اربعة بتمانية. خمسة في اتنين. يبقى هنا بتضرب في اتنين. بتضرب فيه? في اتنين. يبقى القاعدة. ان في اتنين. ان في اتنين. ان في اتنين. طيب هنا. المدخل والمخرج. اتنين تلاتة. اربعة سبعة. ستة حداشر. طب لما اقول اتنين في ستة باتماشر. ونقصة واحد. اتنين في تمانية بستاشر ونقصة واحد. عشرة في اتنين يبقى اذا ان هنا ابنائي ان في اتنين لا اتنين في اتنين يبقى القاعدة ابنائي ان في اتنين نجس واحد. دي القاعدة. يعني انا هضرب اتنين نجس واحد. في اتنين نجس واحد. اتنين في اتنين نجس واحد بتلات. اربعة في اتنين نجس واحد بسبعة. ستة في اتنين نجس واحد يبدين اهداشر. تمانية في اتنين نجس واحد يبدين خمستاشر. عشرة في اتنين ناجس واحد يديني الساعتاشر وبقاعدة ان في اتنين ناجس واحد. هكذا بتكون القاعدة. الاخر واحد عندي المؤخر المخرج تمانية وعشرين. نجة اه يعني الحاجة هنا في الوسط العيسة اربعة. خمسة وتلاتين خمسة كون في خمسة وتلاتين? خمسة في سبعة خمسة وتلاتين. بس هنا هو يعني كاينها بالعكس. لو ضربت الخمسة في السبعة في خمسة وتلاتين. ستة سبعة باتنين واربعين. سبعة في سبعة بتسعة. يبقى هي بالعكس. يبقى تمانية وعشرين على السبعة فيها الاربعة. خمسة وتلاتين على السبعة فيها الايه? يبقى ازا ابنائك يبقى ايه? بالجسمة. بالجسمة على السبعة. بالجسمة على ايه? على السبعة. خمسة وتلاتين على السبعة. يبقى ازا ان على السبعة. القاعدة بتاعتي ان على ايه? على السبعة. هنا يا ابنائي ميديك بيقول لك يحيا لما جاوب قال ان في سبعة. اعتقد ان القاعدة هي الضرب في سبعة لان تمانية وعشرين يساوي سبعة في اربعة بيساوي سبعة فاربعة بيساوي كام تمانية وعشرين وخمسة وتراتين يساوي خمسة بسبعة القاعدة تنطبق على كل زواج من الازواج. اجابة وليد ازا ابناء الاجابة الصحيحة تكون ايه وليد القاعدة ان على السبعة. اعتقد ان القاعدة هي القسمة على السبعة لان اربعة تساوي 28 على السبعة بالديني أربعة والقاعدة تنطبق على كل زواج أي تلميز على صواب يبقى نقول أبناء العزاء اللي على صواب مين اللي على صواب هو وليد اللي على صواب هو مين هو وليد اللي على صواب وليد هي الإجابة الصحيحة إذن أبناء كما قلنا إجابة وليد صحيحة يقسم كل عدد المدخلات للحصول على المخرجات يمكن تمثيل المدخلات باستخدام متغير اللي وإن عليه سبعة عند كتابة العداد في قاعدة وليد تحصل على المخرجات الصحيحة في الجدول بدأ يحيى خطوات الحل بالعكس لأنه أما يحيى فأخطأ لأنه استخدمها بالعكس لأنه بدأ بالمخرجات لا يمكن تمثيل المخرجات باستخدام متغير يعني هو بدأ من على اليسار فضرب طبعا خمسة في سبعة إدت الخمسة وثلاثين وهذا خطأ إنه ما أبدأ أبدأ بالمدخلات بغلطة يحيى إنه بدأ بمخرجات مفرور أبدأ بالمدخلات وانتهي بالمخرجات وهذا أبنائي كان آخر سؤال وآخر إجابة في هذا الكتاب أستوديكم الله حتى ألقاكم فيه النصف الثاني إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا تنسوا أبنائي العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى ألقاكم على خير وحتى تجدوا الكتاب مشروح إن شاء الله في آجازة نصف العام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا تنسوا أبنائي العجاب بالفيديو لا تنسوا العجاب بالفيديو جزاكم الله خير